كمال قطاع غزة لم تزل خاصة في منطقة جنوب الشمال يعني هنا نقول باتجاه الزيتون باتجاه تل الهوى باتجاه أيضا الشجاعية هناك قصف مدفعي على هذه المناطق إضافة إلى قصف جوي على تل الهوى كذلك الأمر اليوم كان هناك قصف على بيت حنون وغارة على بيت لهيا وأما فيما يختص بهذا الطريق الذي هو طريق الرشيد الذي يصل شمال قطاع غزة حتى جنوب قطاع غزة بطبيعة الحال هناك المواطنين يذهبون لجلب المساعدات فتقوم الزوارق الحربية للعدوء الإسرائيلي بقصف المواطنين ورأينا ذلك في دوار الكويت منذ أكثر من يومين وكذلك الأمر يتكرر الموضوع على شارع الرشيد حيث يتجمع المواطنين لجلب المساعدات يقوم طيران العدوء الإسرائيلي باستهدافهم بالطائرات كذلك الأمر كان هناك عمليات قنص على الشيخ ردوان على المواطنين في الشيخ ردوان وكذلك الأمر على الداخل غزة خاصة لناحية حي الزيتون ولناحية دوار الكويت فهذا هذه الصورة هي في شمال قطاع غزة أيضا كان هناك غارة جوية على جبالية وقصف جوي على شرق جبالية قرب جبل الرئيس هذه هي الصورة في شمال قطاع غزة